هذا مجال مغناطيسي يتجه إلى الخارج هذه الدوائر وفي داخلها نقطة تمثل رأس متجه المجال المغناطيسي يمر في هذا المجال المغناطيسي سلك موصل فيه شحنة مقدارها Q والمجال المغناطيسي مقداره B ويتجه إلى الخارج ولكنه محصور في هذه المنطقة بين هاتين النقطتين أي أنه يؤثر في السلك على امتداد المسافة L إذا علمتم أن هذا السلك الموصل لا يمر فيه أي تيار كيف يؤثر المجال المغناطيسي على السلك الموصل والشحنة؟ إذا كانت الشحنة ثابتة لا تتحرك في مجال مغناطيسي فلن يتغير شيء لأن القوة التي يؤثر بها المجال المغناطيسي F تساوي الشحنة Q في حاصل الضرب الاتجاهي للسرعة المتجهة للشحنة V والمجال المغناطيسي B فإذا كان هذا السلك ثابت لا يتحرك ولا يوجد فرق جهد يؤدي إلى مرور تيار والشحنة ثابتة فهذا يعني أن السرعة المتجهة تساوي صفر وحاصل ضرب أي قيمة في صفر تساوي صفر لكن تذكروا أن الضرب الاتجاهي هنا يساوي الشحنة Q وهي كمية قياسية ضرب مقدار السرعة المتجهة ضرب مقدار المجال المغناطيسي ضرب جيب الزاوية بينهما ساين فيتا لاحظوا أن أي متجه في مستوى الشاشة سيكون عاموديا على المجال المغناطيسي لأنه يخرج بشكل عامودي من الشاشة لذا الزاوية بين المجال المغناطيسي والسرعة المتجهة تساوي تسعين درجة وجيب الزاوية تسعين يساوي واحد لذا يكفي ضرب المقادير ببعضها إذن إذا لم تتحرك الشحنات في المجال المغناطيسي لن تتأثر بأي قوة فهل يتغير ذلك عند تحريك السلك؟ بمعنى آخر ماذا يحدث عند تحريك السلك الموصل إلى اليسار؟ عبر خطوط المجال المغناطيسي بسرعة متجهة مقدارها V عند تحريك السلك الموصل إلى اليسار تتحرك هذه الشحنة الموجودة على السلك إلى اليسار بسرعة متجهة مقدارها V وبالتالي يمكن استخدام هذه المعادلة لحساب القوة التي يؤثر بها المجال المغناطيسي على هذه الشحنة القوة التي يبذلها المجال المغناطيسي على الشحنة تساوي الشحنة في حاصل الضرب الاتجاهي للسرعة المتجهة في متجه المجال المغناطسي لكن في أي اتجاه تؤثر هذه القوة؟ يمكن تحديد الاتجاه باستخدام قاعدة اليد اليمنى لضرب متجهين V و B حيث يشير إصبع السبابة إلى اتجاه السرعة المتجهة هكذا والإصبع الأوسط في اتجاه المجال المغناطسي بما أن المجال المغناطسي يخرج من الشاشة هذا طرف الإصبع يتجه نحوكم كأنه يخرج من الشاشة وهذه الأصابع الأخرى بالتالي يشير الإبهام إلى الأعلام مباشرة السرعة المتجهة في هذا الاتجاه المجال المغناطسي يتجه خارج الشاشة والقوة التي يؤثر بها المجال المغناطسي على هذه الشحنة في اتجاه الإبهام أي إلى الأعلى عندما تؤثر قوة على الشحنة في هذا الاتجاه تدفعها إلى الحركة نحو الأعلى لكن لو كان لديكم هنا عدة شحنات على امتداد السلك وحركتم السلك إلى اليسار ستتحرك الشحنات إلى الأعلى وعندما تتحرك الشحنات في سلك موصل يسمى تدفقها بالتيار الكهربائي والتيار يساوي الشحنات التي تتحرك في الثانية ولا فرق بين حركة السلك عبر المجال المغناطسي أو مرور المجال المغناطسي عبر السلك فالحركة بينهما نسبية يطلق على عملية تولد تيار في سلك عند عبوره لخطوط المجال المغناطسي الحث الكهرومغناطسي ويسمى التيار الناتج تياراً مستحثاً وهذا مبدأ عمل المولدات الكهربائية سواء كانت تعمل على الفحم أو البخار أو حتى الطاقة المائية حيث تعمل هذه المولدات على توليد الكهرباء من مصادر طاقة مختلفة عبر تحريك ألواح مثل المراوح تسمى توربينات انظروا الآن لو كانت الشحنة في البداية هنا عند بداية تأثير خطوط المجال المغناطسي ما مقدار الشغل الذي يبذله المجال المغناطسي على الشحنة؟ الشغل W يساوي القوة F ضرب المسافة D على أن تكون القوة في نفس اتجاه المسافة الشغل هو القوة المحصلة المبذولة على الشحنة في المسافة وهي هنا L فعندما تصل الشحنة إلى هنا يتوقف تأثير المجال المغناطسي والمجال المغناطسي هو الذي يؤثر على الشحنة إذن الشغل الكلي المبذول يساوي القوة وتساوي حسب المسافة في الأعلى الشحنة Q في حاصل الضرب الاتجاهي للسرعة المتجهة في المجال المغناطسي أخيراً ضرب المسافة وبما أن المسافة كمية قياسية يمكن كتابتها بجانب الشحنة لأنها أيضاً كمية قياسية هذه L حيث Q في حاصل الضرب الاتجاهي لV وB هو القوة وL المسافة هذا هو الشغل المبذول على الشحنة من هنا إلى هنا فما مقدار الشغل المبذول على كل شحنة؟ لحساب الشغل المبذول على كل شحنة يجب قسمة الطرفين على الشحنة الشغل على الشحنة يساوي هذا المقدار على الشحنة ويساوي باختصار الشحنة مع الشحنة المسافة في حاصل الضرب الاتجاهي للسرعة المتجهة التي يتحرك بها السلك إلى اليسار في المجال المغناطسي تذكروا أن الشغل يقاس بوحدة الطاقة جول والشحنة تقاس بالكولوم وجول على كولوم يساوي فولت وهو وحدة قياس فرق الجهد ويعني هذا أنه عندما تتحرك الشحنة في هذا الاتجاه وكأن هناك فرقاً في الجهد الكهربائي بين هذه النقطة في الأسفل وهذه النقطة في الأعلى وكأن هذه النقطة هي الطرف الموجب للبطارية وهذه النقطة هي الطرف السالب للبطارية أي أن هناك قوة تشبه فرق الجهد بين هاتين النقطتين وتؤدي إلى تدفق التيار الكهربائي تعلمتم في الدروس السابقة أن فرق الجهد بين نقطتين يعني أن طاقة الوضع الكهربائي للشحنة هنا أعلى منها في النقطة الأخرى وهذا ما يدفعها إلى الحركة لكن في هذه الحالة يتدفق التيار بسبب المجال المغناطيسي لذا في الحالات التي ينشأ فيها فرق في الجهد الكهربائي بين نقطتين بتأثير من المجال المغناطيسي على السلك المتحرك تسمى القوة الناتجة قوة دافعة كهربائية ورمزها EMF وهي قوة مستحثة وتقاس أيضا بجول لكل كولوم أو فولت وتعتبر القوة الدافعة الكهربائية المستحثة فرقا في الجهد عند تحليل الدوائر الكهربائية ولكن هذه القوة هنا تحث التيار لأن المجال المغناطيسي يؤثر بقوة على السلك تدفع التيار إلى التدفق ولهذا تسمى قوة دافعة كهربائية مستحثة ويعبر عنها رياضيا بالمعادلة التالية هذه EMF وهي فرق جهد وتساوي طول السلك الذي يتأثر بالمجال المغناطيسي L في حاصل الضرب الاتجاهي للسرعة المتجهة التي يتحرك بها السلك V في متجه المجال المغناطيسي B وبما أن القوة الدافعة الكهربائية المستحثة تساوي فرق الجهد يمكنكم حساب التيار فعلى سبيل المثال لو كان المجال المغناطيسي يساوي 2 تسلا والسرعة المتجهة إلى اليسار تساوي 3 أمتار في الثانية فإذا كانت مقاومة السلك تساوي 6 أم وتمتد هذه المقاومة على امتداد هذه المسافة التي تساوي 12 مترا EMF أو القوة الدافعة الكهربائية التي تؤثر على السلك تساوي المسافة وهي طول السلك في المجال المغناطيسي 12 مترا في حاصل الضرب الاتجاهي للسرعة المتجهة في المجال المغناطيسي وبما أن السرعة المتجهة عامودية على المجال المغناطيسي فإن الزاوية بينهما 90 درجة وجيب الزاوية 90 يساوي 1 لذا لا داعي لوضع جيب الزاوية هذه 12 مترا في السرعة المتجهة 3 أمتار في الثانية في المجال المغناطيسي 2 تسلا 3 في 2 يساوي 6 12 ضرب 6 يساوي 72 أو 72 جول لكل كولوم لكن هذه القوة الدافعة الكهربائية تؤثر عبر مقاومة مقدارها 6 أوم حسب قانون أوم فرق الجهد يساوي التيار الكهربائي أي I في المقاومة R فرق الجهد هنا هو القوة الدافعة الكهربائية لحساب التيار اقسم الطرفين على المقاومة وهنا 72 فولت أو 72 جول لكل كولوم على المقاومة 6 أوم تساوي 12 أمبير أي أن القوة الدافعة الكهربائية الناتجة عن المجال المغناطيسي تولد تياراً مقداره 12 أمبير عبر سلك موصل مقاومته 6 أوم أي أن القوة الدافعة الكهربائية المستحثة لا تختلف عن فرق الجهد ترجمة نانسي قنقر